نشر الكاتب والشاعر المبدع أبا نوب فوزي البوست دهود بتاع معاذ عليان اللي نشره على صفحته على الفيسبوك وكتب فيه آية من الكتاب المقدس من العهد الأديم مكتوب فيها وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستطبق منها نسمة ما في سفر التسنية إصحاح عشرين وآية 16 فأبا نوب فوزي رد عليه بقى رد مفحم ومن ضمن ما كتبه معاذ عليان يحاول جاهدا تصدير فكرة أن النصوص العهد القديم هي السبب في كل الأحداث اللي بتحصل هذه الأيام بين إسرائيل وشعب فلسطين هذا الأخ لا يعرف أن يفرق بين الدين والأنظمة السياسية ونسي أن العهد القديم هو جزء أساسي قائم عليه الإيمان المسيحي فهو من تمام إيماننا كمسيحيين فالذي يريد أن يقوله ويوصله لأتباعه هو أن الكتاب المقدس به تعاليم إرهاب وعنف ودموي إلى آخر عزيزي معازم لم تقرأ الوصايا العشر التي من بينها لا تقتل أليس من تمام إيمانك الإيمان بكافة الكتب السماوية السابقة التي من بينها التوراة اللي يجاد فيها هذه الآية هل قرأت نص واحد في الكتاب المقدس يأمر بالقتل لأي مخالف لا يتبع دين بني إسرائيل هل خرج شخص من هذا الكيان الغاشن الذي لا يعرف دين أو إنسانية وقالت أنه يفعل هذا بناء على تعاليم دينه؟ يقصد إسرائيل قالت أن هي بتعمل كده بناء على تعاليم التوراة هل سمعت في يوم عن مسيحي واحد قام بأعمال إرهابية وعنف وغلاك مستندا لأي نص من العهدين؟ هل فهمت من هذا النص أن القتل هو وصية إلهية لكل العصور؟ لو الأفعال الإجرامية والإرهابية تنسب لتين لماذا إذن تصرخ وتصيح وتقول أن داعش لا تمثل الإسلام والإسلام منها براء مع أنها تقتل وتزبح وتفجر باسم إله الإسلام عكس هؤلاء الإسرائيليون الذين لا ينسبون أفعالهم لله مثلهم هل تتجزأ المبادئ وتكيل بمكيالين؟ في الحقيقة يا سيد الفاضل اليهودية والمسيحية كديانتين لا يوجد بهما نصوص تستبيح الدماء لكن المشكلة في فهمك أنت وطريقة تفكيرك المحدودة التي تريد أن تقحم الدين في أي شيء الدين شيء والسياسة شيء آخر شخص ما منسوب لدين معين أراد الضمار والخراب والاستعمار لشعوب أخرى هل هذا الفعل ينسب للدين أم لفاعله؟ الأهداف والأطمع والترسعات البشرية الأنانية الدنيئة تجعل الإنسان يدوس على دينه برجليه في سبيل تحقيق وفرض قوته وزاته على الآخر مهما كان السمن فأرجوك كن منصفا وأمينا في إيصال المعلومة ولا تجعل كرهك لكلمة الله المقدسة تجعلك تفعل أفعال ضد دينك الذي طعطانقه أما بالنسبة لحروب العهد الأديمة التي تلجأ لها أنت وأمثالك كي توهمه أتباعكم أنه كتاب دموي ووحشي مليء بالقطال والحروب وسفك الدماء دعني أقول لك الآتي نصوص الكتاب المقدسة التي يأمر الله فيها بالقتل والإبادة محددة وليس عامة وليست أمر لجميع الناس فهي النصوص كانت في زمن معين وظروف معينة وأهداف معينة لفئة معينة ولا يمكن استخدام نص منها للقتل والاعتداء والتعدي على الآخر وحقوقه أبدا وهذا لم نراه إطلاقا أن شخص استخدم هذه النصوص التي لها صياق معين وقتل وحارب ودمر وأهلك باسمها أو بسببها وهذا يعني أن الجميع يعرف ويدرك جيدا ظروفها وتوقي قطابتها وأهدافها هذه الحروب لم تكن أبدا بسبب نشر اليهودية إطلاقا ولم تكن بسبب الاستيلاء على أراضي الغير ولم تكن من أجل الإغتنام والأطماع وفرض القوة وأخذ السباية والنساء ولم تكن من أجل غريزة الانتقام وحب الدموية والشر ولم تكن من أجل الصارقة والنهب أو لأي سبب مادي أردي كانت هذه الحروب هدفها هو اقتلاع الشر والفساد والخطيئة من الأرض كي تتطهر من فوحشها وشرورها التي صاعدت أمام الله وأصارت غضبه ولم تكن هذه الحروب وليدة لحظة أو في يوم وليلة فقد أرسل الله قبل هذه الحروب أنبياء وأبرار كي ينزروا الناس كي يتوبوا عن شرورهم التي تعدت على الله كثيرا وهو كان يوم هيلهم أزمنة كثيرة جدا كي يرجعوا ولكن لا جدوى فكان لابد من تأديب الله القادي والديان العادل وأعطى لهم الله عشرات بالمئات السنون كي يرجعوا ولكن لا جدوى على العكس كانوا يعاندون ويتمادون في شرورهم يوما بعد يوم ولنا في قصة طوفان نوح عبرة نوح الذي دعا قومي سنين كثيرة لكن لم يتطعزوا كانت نهايتهم الهلاك الله إلى هنا ليس إلى شر ودماء بل إلى حب وبذل وطول أناه وهو أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير أبدا وإله العهد القديم هو ذات الله المعلن في العهد الجديد ولكن الله مثلما هو إله حنون ومحب هكذا أيضا يغضب ويغار على خليقته التي صنعها بيده ومثلما هو رحيم لكنه أيضا عادل وهذا الموضوع المصار حول حروب العهد القديم ودموية إله موضوع ليس بصغير ولا يمكن أن يختزل في سطور بسيطة ولكنه موضوع عميق جدا كتبت فيه مجلدات وشروحات وتفسير وآراء كثيرة جدا من الممكن تناولها في مرات أخرى إن أراد الرب كتابنا المقدس فوق مستوى الشبهات والنقد والطعن فهو كتاب من روح الله الكدوس الذي أعلن لنا ذاته ورأيناه بوضوح شديد في العهد الجديد اللي هو عهد النعمة الكتاب المقدس هو كتاب إعلان قصة الحب الإلهي بين الله والإنسان الذي كان يبحث عنه دائما ويفتقده بالأنبياء والآباء الأبرار الذين يخبرون الناس عنه وعن حبيه وخلاصه لهم أنتوا إيه رأيكم في التعليق ده هوت؟ أنا من ناحيتي بشكر الأستاذ أبا نوب فوزي ومنتظرين دائما تعليقاته وغسطاته الجميل شكرا لكم